أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا حبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إني ذاهب إلى ربي بالقرآن يا أهل القرآن ماذا فعل القرآن في قلوبكم ماذا فعل القرآن في قلوبكم القرآن دواء قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان الله القرآن من عظمة هذا القرآن يا إخوة أنه يعمل العملين معا يزيد المهتدين هدى ويزيد الظالمين خسارا من عظمة هذا القرآن عظمة عظمة فعلا عظمة عجيبة يا إخوة يقول الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عاما أولئك ينادون من مكان بعيد وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين فسبع باسم ربك العظيم قل سبحانه ربي العظيم هذه عظمة القرآن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون عجيب إن القرآن يزيد للمؤمنين إيمان ويزيد المنافقين رجس إنه تذكرة للمتقين وحسرة على الكافرين إنه للمؤمنين هدى وشفاء والتنيين في آذانهم وقرنه عليهم عما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قرآن عظمة القرآن وعزة القرآن وإنه لكتاب عزيز عزة القرآن لما تأخذ القرآن وتذل لله بالقرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإذا قرأ القرآن يتأثر فلا يكاد يسمع الناس سيدنا أبا بكر صديق كان داعي عظيم لما أسلم ودخل في جوار ابن الدغنة كان له حوش بين يدي بيته يصلي فيه فكانت نساء قريش تأتي وتجلس حول السور يستمعن منه القرآن سبحان الله هد ما شكى رجال قريش لابن الدغنة قالوا هذا صاحبك يجتمع حوله نساء قريش ليسمعن منه القرآن فإما أن تأمره أن يقرأ في بيته أو أن يرد عليك جوارك فإنا لا نريد أن نخفرك جوارك القرآن القرآن عظمة القرآن قالت على الأولى لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني من فضل ربنا علينا وكرم ربنا علينا أنه أذن لنا أن نعرى كلامه نفهم كلامه بركة بركة البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله الشيطان لا يدخله الشيطان فالشاهد هنا إيه؟ بس إن لما تأخذ القرآن القرآن حجة لك أو عليك أوعى تجعل القرآن بأحج عليك أتله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي مر به وعلى رأسه رجل قائم يضربه بحجر فيتكسر رأسه ويتدحرج الحجر فإذا عاد بالحجر عاد رأسه كما كان فيضربه ويفعل به إلى يوم القيامة الذي يحفظ القرآن وينام عنه شفت يا عمي اللي بتصلي الفجر بالعافية بتصلي يوم وتفوت يومين وإنت حفظ القرآن هيتكسر دماغك ده وزي ما قلناها كتير ليس على سبيل الدعابة وإنما على سبيل التوبيخ وهيقول الحمد لله إن أنا مش حفظ القرآن لا ده إحنا بنقول لك إذا كان بيتعمل كده في اللي حفظه بينام أمال اللي مش حافظه بينام يتعمل فيه إيه بقى ده عقابه أشد لذلك الذي يحمل القرآن ويحمل به له كرامة يلبس يوم القيامة حلة الكرامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن يا رب زده فيلبس تاج الكرامة أو يلبس تاج الكرامة فيقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه ثم يقال اقرأ ورقة فإن لك بكل آية حسنة كرامة فخلي ليك كرامة بالقرآن في الدنيا تكون لك كرامة بالقرآن في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به يا حامل القرآن لك شجرة في الجنة طوبى شجرة في الجنة يسير في ظلها السائر السريع مئة سنة طوبى طوبى يا قرأ القرآن تحسد على ما أنت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في سنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار القرآن تحسد عليه تحسد عليه إنك عايش به يا حامل القرآن بالقرآن ترفع في الدنيا قبل الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين يا حامل القرآن تبنى لك القصور في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قرأ كله والله أحد حتى يتمها حتى يتمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة يا خاري القرآن يا حامل القرآن سورة منه تشفع لك فلا تعذب في قبرك قال رسول الله سورة في القرآن سلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك يا حامل القرآن إذا أدمنت التلاوة في المصحف نلتحب الله قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف ومن سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف التلاوة في المصحف معك مصحف بقى خلاص دلوقتي مالكس عزر اقرأ فيه افتحه انظر فيه إدمان النظر في المصحف تلاوتك طريقك لحب الله ورسوله لتحبه ويحبك ولكن دائما زي ما قلت لك كده القرآن حجة لك أو عليك بقول لك إن خطر القرآن في إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يبقى القضية هنا في إيه إن ممكن يبقى حد حامل للقرآن أو حافظ للقرآن لكن ليس من أهل القرآن يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم الذين هم أهله مين الذين هم أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا لذلك كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه أن يبقى ظالم ويقرى قرآن ألا لعنة الله على الظالمين إلى آخرة شاهد إيه بس إن مش القضية أنك إنت تحفظ أو أن تقرى هذرمة وإنما القضية أن تعمل بأن يقودك القرآن يقودك قيادة أن يقودك وتسير معه وتسير به إني ذاهب إلى ربي بقرآني لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس يفطرون وبحزنه إذ الناس يضحكون وببكائه إذ الناس يفرحون وبصمته إذ الناس يخوضون وبخضوعه إذ الناس يختالون وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكينا لينا ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا لا ينبغي لحامل القرآن أن يلهو مع من يلهو ولا أن يسهو مع من يسهو ولا أن يلغو مع من يلغو حامل القرآن كده يبقى له هيبة له مكانة له قدر له حال مش بيلعب مش زي الناس حاجة تانية القرآن صنع هي ديك القرآن يصنعك يصنع رجل مختلف سيدنا موسى كان صناعة ربانية بايه لما ربنا كتب له التوراة وألقى عليه محبة منه القرآن قدامك فرصتك وبعدين القرآن ولقد يسرنا القرآن لسكش القرآن أيها الأخ الكريم شيء عظيم جدا جدا انك تمسكه وسبحان الله العظيم لا يمل منه القلب الطاهر لا يمل منه قال سيدنا عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام يا ربكم تلاقي القرآن تبدأ بالآيات في وصف في أول سورة البقرة مثلا يعني في وصف المتقين وبعدين وصف المنافقين وبعدين وصف الكافرين وبعدين آخر آيتين في الربع في وصف الجنة وبعدين تدخل في الآيات اللي بعدها في سيرة سيدنا آدم وبعدين يعني حاجة عملت انتقل في رياض القرآن من وإلى حاجة لا تمل ولا ولا تكلي منها ولا تشبع منها قرآن جمال وجلل وفعلا كل يوم والتاني تكتشف آية تقول سبحان الله إزاي عدت عليها الآية دي قبل كده سبحان الله الشاهد إيه إني زاهب إلى ربي بقرآني أن يصنعك القرآن شخصا آخر يعيد صياغة عقلك وقلبك وفكرك وفكرك وحياتك وجسدك وصياغة وتنظيم وترتيب وقتك على حسب وردك من القرآن لكن انت تعيس بالقرآن يبقى القرآن ينظم حياتك زي ما قلتلك نصيحة قبل كده إن كتير من الناس النهاردة أول ما يصحى من النوم حط إيده على على الكومودين واللي جنبه على إيه على الموبايل على التليفون أول حاجة بي رح نطلع التليفون ويشوف إيه الرسائل أو المكلمات أو اللي حصل لا لا حط جنبيك مصحف أول ما تحط إيدك جنبيك تلاقي مصحف وإنت بتتعدل أول ما تفتع عينيك تقرأ صفحة من القرآن آخر حاجة بالليه قبل ما تنام المصحف جنبيك تقرأ صفحة من القرآن بقولنا بلاش الشيطان يشغلك ويعطلك في نقاش هل يجوز مسو المصحف لغير المتوضئ اشتغل اشتغل ما تبقاش بطال وبتدور على البطالة والكسل وإنك أنت إزاي ما تعملش قال للقرآن يبقى حياتك يا جماعة النصيحة في النهاية أنه لن ينفعك هذا القرآن إلا إذا أحببته تحب القرآن أكثر من نفسك وأكثر من ولادك وأكثر من فلوس وأكثر من صحتك وأكثر من عينيك تحب القرآن تحبه وإحنا شفنا آيات في أهل القرآن وحملة القرآن اللي بيحبوه إزاي كان حبهم للقرآن حب عميق حب عجيب حب فعلا بيحب المصحف بيحب القرآن زي ملتلك قبل كده إن قضية إن أنت تدندن به إن على طول عايز أسألك إنت عايش مع إيه من دول تقول لي ده في آية مرت بي في الورد النهار ده مدوخاني من سعيد ما قريتها كده وأنا حاسس إن أنا طاير في ملكوت تاني كلمة عمر بن المنكدر إني لأدخل في الآية من القرآن فيهولني ما أجد فيها فتنقضي الليلة وما قضيت منها نهمتي حب القرآن دي نصيحتي لك إنك تحب القرآن تحب الآيات تحب المصحف وبحب القرآن تنطلق إني ذاهب إلى ربي بالقرآن أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله دورة دي دورة دي دورة 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 دور